تعد وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي برنامج قومي لإنتاج تقوي الخضر يقوم على تنفيذه مركز البحوث الزراعية ويهدف البرنامج إلى تحقيق درجة كبيرة من الاكتفاء الذاتي من تقوي الخضر عالية الانتاجية والجودة في ضوء استراتيجية النخضة الزراعية الشاملة التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها وتوجه مصر لتحقيق الأمن الغذائي أعدت وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي برنامجاً قوياً لإنتاج تقوي الخضر يقوم على تنفيذه مركز البحوث الزراعية ويهدف المشروع إلى تحقيق درجة من الاكتفاء الذاتي من تقوي الخضر عالية الانتاجية والجودة ونروب التنقيط لأن التنقيط عندنا أحسن من الغمر ووفر معانا كويس ماشي كويس وكما هو بتاعنا من الجمعية ومشينا الحمد لله ربنا رضيها ومشينا الحمد لله نحمد الله ونشكر فضل وزارة الزراعة قالت إن صادرات محصول البطاطس حلت في المركز الثالث لصادرات مصر الزراعية لأسواق العالم خلال عام 2021 ويبلغ إجمالي مساحة محصول البطاطس في محافظة دميات وحدها ما يصل إلى 9,290 فدان يوجد مساحة منزرعة بمحافظة دميات بمساحة 9,290 فدان معظمها بيتركز في منطقة كفر ساعد كل هذه المساحات طبعا معظمها بتستخدم بطرق الرأي الحديثة طرق الرأي الحديثة بتعطي انتاجية عالية للمحصول وبتعطي صفات كويسة تشهد المنظومة الزراعية تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة وتبدل الحكومة جهودا حثيثة خاصة في مجال التنمية المستدامة في القطاع الزراعية وهو ما أثر بشكل كبير في توفير احتياجات المواطنين وتوفير الاكتفاء الذاتية من المحاصيل الاستراتيجية والوصول إلى فائد للتصدير إلى الخارج